نجحت الإمارات في عزل عدن عن محيطها وشل يد الشرعية لكن ذلك ليس كل شيء كما يبدو فعربة الانتقال التي انطلقت بدعم من أبوظبي لن تقف على حدود العاصمة المؤقتة المؤشرات تقول إن عدن ليست إلا فاتحة الاستحواذ وأن خارطة السيطرة العسكرية ستضم معها أبياً ولحج المناطق المحاددة لعدن حالة استنفار أمني في كل المحافظتين من كل الطرفين تأتي في ظل مساعي الانتقال بالتمدد في لحج وأبياً وسط غياب لشرعية ومسؤوليها لم يعد خافياً أن التحالف حسم أمره في تقسيم اليمن والقضاء على الشرعية وبات هادي ورجال الشرعية في الرياض رهن القرار السعودي وقدنا أن هناك من يعملوا باكتهادة لقع العدن ساحة لممارساتها الطائشة ففي الوقت الذي يطالب فيه مدير أمن أبياً علي الكازمي بوقف ما وصفها الإجراءات الانتقامية التي يتعرض لها عدد من منتسبي الوحدات الأمنية وقيادات المقاومة والشخصيات الاجتماعية من أبناء محافظات عدن وأبياً وشبوة على يد قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي تتهيأ قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً في أبياً والأعلى تسليحاً بحجة مواجهة الإرهاب لمعركة قادمة في الوقت الذي تدفع فيه الإمارات بكل قنواتها العسكرية والدبلوماسية لتعزيز موقف الانتقال وتمكينه يستمر الخطاب الرسمي السعودي لتخدير الشرعية في تبادل أدوار واضح ومكشوف تقول السعودية إن على الانتقال الانسحاب من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية ورغم أن الانتقالي لم ينسحب قيدة أنملة إلا أن الحكومة الشرعية رحبت بهذا الانتصار وأعلنت فتح باب الحوار مع قيادات الانقلاب في عدن من مآسي الشرعية وبعد السقوط العاصمة المؤقتة سارعت إلى إقالة مديري أمن عدن ولحج وإحالتهما للمحاكمة كما فعلت مثل ذلك مع هاني بن بوريك وعيدروس الزبيدي الذين أصبحا بعد ذلك قادة المجلس الانتقالي يقول مراقبون إن ما حدث في عدن كان الخطوة الأولى فقط لإنجاز مؤامرة الرياض وأن القادم لا يزال يدعو للقلق